أهم تطبيقات الكمبيوتر واللي بتعلم من خلاله مهارة الكتابة والطباعة هو تطبيق مايكروسوفت وورد في عشر مهارات أساسية لو أتقنتهم أصبحت من المحترفين لما بتعامل مع تطبيق وورد وعشان نبدأ في المهارة الأولى وهي التحكم في شاشة البدء نبدأ بفتح تطبيق الورد من خلال آيكونة أو من خلال نفذة رن بكتب كلمة وين وورد وبعد كده بلغط اوكي بيفتح التطبيق بحسب النسخة اللي قدام إحنا عندنا أوفيس 365 فتح على نافذة البدء لو عايز أفتح مباشرة على ورقة فضية اللي هو مستند فارغ ده بيتم من خلال خيارات البرنامج بعدل فيها من خيارات البرنامج في التبويب عام بلاحظ فيه الأسفل إظهار شاشة البدء عند بدء تشغيل هذا التطبيق أنا هلغيها وبضغط موافق عيد فتح التطبيق عن طريق الآيكونة وعند طريق دابل كليك عليها بيفتح مباشرة على نيو فايل أو ملف جديد أو مستند جديد زي النسخ الأديمة حبيت أرجع لشاشة البدء بضغط على قائمة ملف من خلال قائمة ملف بلاحظ أني جاب لي نفس الخيارات الموجودة مستند جديد فارغ أو مستند مبنية على قالب أو الملفات المفتوحة مؤخرا مهرة تانية إذا يتحكم في شريط مهم جدا اسمه شريط الوصول السريع فكرة التعامل مع الأشريطة والأدوات أن مجموعة من الأدوات متخزنة تحت أشريطة وبتنقل بين الأشريطة بالضغط على اسم الشريط في الأعلى لكن أحيانا ببقى محتاج الأدوات تبقى ظهرها دايما قدامي مهما تنقلت بين الأشريطة فبظهرها في الشريط ثابت في الأعلى اسمه شريط أدوات الوصول السريع وفي الأعلى هنا الطريقة لو إضافت أي أداة للشريط ده بعمل كليك يمين على الأداء وبختار إضافة إلى شريط الوصول السريع بجمع من خلال الأشريطة أي أدوات وأضفها ولو عايز أزلها من الشريط بنفس الطريقة بضغط كليك يمين على الأداء وبختار إزالة من شريط أدوات الوصول السريع بحيث هنا الأدوات الأكثر استخداما بجمعها في الشريط في الأعلى وكمان ممكن أتحكم في الشريط من السهم في الآخر وأحدد مكانه هل هيبقى أسفل الأشريطة أولا في الأعلى وكمان إيه الأدوات اللي تظهر بشكل أساسي أو أخفيها زي أدوات الحفظة التلقائية مش عايزة في الحالة دي حشلها بالشكل ده وأعيدها مرة أخرى بنفس الطريقة إزاي أقدر أتحكم في اللغة والأرقام صدفة باللغة هنا وجهة التطبيق هنا باللغة العربية إزاي حاولها للغة الإنجليزية من خلال خيارات التطبيق من خلال ملفه أختار خيارات ومن خلال خيارات بلاحظ أن في تاب ويب اسمه اللغة لو عندي اللغتين متسبتتين اللغة العربية والإنجليزية مثلا بقدر أبدل بينهم وهنا لغة عرض التطبيق ده بالنسبة ليه اللغة طيب بالنسبة للأرقام لو أنا اللغة الكتابة عندي هنا اللغة الإنجليزية بالشكل ده وبعدين كتاب أرقام بلاحظ أن هي بتكون بالشكل ده وبنسمها أرقام عربية طب لو حولت اللغة عن طريق لوحة المفاتية ويندوز مع المسطرة او alt و shift وجيت اكتب لغة العربية الرقم وجيت اكتب ارقام بلاحظ ان هي الارقام بقى بالشكل ده ازي اتحكم واحد الارقام اما تكون بالشكل العربية او بالشكل ده هندية او خليط بينهم زي ما هي وكده حسب الصياحة التحكم ده بيكون منين برضو من خيارات التطبيق من ملف اختار خيارات ومنها خيارات متقدمة وبعد كده ازهار محتوى المستند ازهار محتوى المستند هنا بالحكم في نظام الارقام الارقام هنا حسب السياق ممكن اخليها عربية او هندية او حسب السياق احنا شوفنا ان حسب السياق يعني اقدر اكتب الهندية والعربية في نفس المستند اما لو اخترت اما عربية او هندية هيوحد كل الارقام في المستند مهارة اساسية التحكم في طرق عرض المستند اولا هكتب في المستند نص عشوية عن طريق كتابة الكلمة وقصين وضغط انتر قم كتابة نص عشوعي محترف دايما بيعمل وضع ملء الشاشة يعني ما اشتغلش و الورد في نص الشاشة او البرنامج او التطبيق في نص الشاشة بالشكل ده بضغط على علامة ملء الشاشة بالشكل ده او تكبير النافذة كمان بلاحظ في الاسفل نسبة الزوم او التكبير او التصغير بقدر اصغر الصفحة بالنسبة للشاشة بالشكل ده واختار القيمة وهل صفحة او اتنين كل ده بتحكم من خلال زوم سلايدر في الاسفل لكن عندي طريقة العرض الاساسية اسمها عرض تقضيط الطباعة بيظهر للمستند كما لو كان مطبوع على ورق بمعنى ان لو الورقة انتهت وانه اضغط لادراج ورقة جديدة صفحة جديدة بلاحظ ان فيه فاصل صفحات بالشكل ده الفاصل ده بيعبر عن الورقة الفعلية اللي هي حجم A4 هنا بيظهر المستند كما لو كان مطبوع على ورق طب انا لو مش عايز يظهر كما لو كان على ورق بختار طريقة عرض اخرى زي طريقة عرض ويب مثلا بيستغل كامل الشاشة وكأني بكتب على فيسبوك منشور مفيش فواصل بالشكل ده قيما انا بفضل لو كنت هطبع بتنقل العرض الاساسي اللي هو عرض تقضيط الطباعة عشان يظهر المستند كما لو كان مطبوع على ورق التحكم في اعدادات الصفحة والمقصول باعدادات الصفحة هو تقضيطها من حيث اتجاه الورقة ومساحة الهوامش وحجم الورقة الفعلي وكل ده بيتم من خلال تبويب تقضيط وبلاحظ ان الهوامش بقدر اتحكم فيها اتجاه الورقة طولا وعرضا وكذلك حجم الورقة في الغالب لو هو A4 وللمحترفين بعد ما اتحكم في الهوامش او الاتجاه او الحجم من هنا بيتم التطبيق على كامل المستند اما لو ضغطت على اللانشر او مشغل هنا واخترت مثلا الورقة وافقي بالشكل ده بقدر اتحكم في الاسفل حيتطبق على كامل المستند ولا على النقطة دي بس اذا اقدر اقسم المستند لمساحة هوامش مختلفة بين صفحاته او اتجاهات مختلفة بين صفحاته وكذلك حجم الورقة هنتكلم عن التحكم في اتجاه المستند لو قمنا بفتح مستند جديد من خلال Ctrl و N او الضغط على ايقونة جديد بالشكل ده بلاحظ ان المستند عندي متزبط لاتجاه من اليمين الى اليسار وظاهر عندي في الجروب اللي اسمه فقرة اتجاه الفقرات من اليمين الى اليسار ممكن يكون معكوس بالشكل ده وابتدي انا اضبط لكن اضبط بشكل عشوي ان اضبط المحازاة ولو اضبط المحازاة بيظل اتجاه الفقرات غلط لو جيت ارقامها اللحظ ان الارقام هتيجي نحية الشمال رغم اني افقرة عربية ونحية اليمين فلازم اضبط الاتجاه من خلال اداة ضبط الاتجاه من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين لو قررت اني اكتب فقرة انجليزية مثلا لكن انا مش في كل مرة اضبط الخيارات دي ممكن اضبط الخيارات الافتراضية للمستند وهنبدأ بضبط الخيار الافتراضي اللي هو الخط الافتراضي وعلشان اغير الخيارات الافتراضية انا اكتب نص عشوائي بالشكل ده ونشوف ان هنا حجم الخط 11 ونوع الخط اسمه اريال واللون اسود عشان اغير الخيارات الافتراضية دي عندي اكتر من طريقة ممكن اجي على كلمة معينة واخليها مثلا اسم الخط انا بفضل كاليبري مثلا حجم الخط هنخليه 12 واسب اللون زي ما هو في الحالة دي من اعدادات الخط انا غيرت اللي انا عايزه كاليبري و 12 بدل ما هقول له موافق لتطبيق ده على الخط المحدد فقط هقول له لا تعيين كافتراضي كافتراضي بمعنى انه هيتطبقه على كافة المستندات هيعدل القلب الاساسي اللي هو نورمل وبعد كده هيفتح على الخط كاليبري حجمه 12 بالشكل ده واللون اللي انا قلته ولاحظ ان لما فتحت المستندات الجديد اسم الخط بقى كاليبري والحجم بقى 12 بشكل افتراضي وثابت معايا هنتحكم في اتجاه الفقرة كما قلنا الفقرة بنحدد اتجاهها من اليمين اليسار او اليسار 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 لكن انا هدخل على المشاغل الديالوج بوكس وهتحكم من خلال اتجاه وهقول له اليسار 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 بالشكل ده نفس الفكرة بالضبط وهضغط وقول له موافق وبلاحظ ان هنا لو عملت ترقيم مثلا ان نظام الارقام اصبح من اليسار لان اتجاه الفقرة من اليسار لو عايز يزبط بخليه اليمين بالشكل ده طيب ان لو عايز اعمله بشكل افتراضي اتجاه الفقرات تبقى دايما من اليسار 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 في الحال اليسار المحترفين دايما بيغيروا مكان الحفظ من المكان الافتراضي اللي هو دوكومنت او المستندات الى مكان اخر لان المستندات جزء من السي وجزء من الويندوز اذا لو الويندوز سقط عندي كل الملفات المتخزنة في المستندات في الغالب بيتم حسفه عشان نحفظ ملف من خلال قايمة ملفه باختار الامر حفظ باسمه اختصار كنترول اس من لوحة المفتيح او اللي هي سيب اس بيحفظ بشكل افتراضي في المستندات مع اني ممكن اغير الموقع الى الانترنت او استعرض جهازي او اي مكان اخر هافترض اني هعمل عملية استعراض هضغط على المستندات واحفظ في مكان اخر وليكن المكان الاخر اللي هو دي طيب ممكن كمان يكون عندي مجلد ادخل جواه هافترض ان المجلد ده اسمه اكسس وهقول له فتح وبعد كده هضغط الامر حفظ حفظت الملف ده داخل المجلد اللي اسمه اكسس اللي على الدين في كل مرة هحب احفظ لازم الف اللفة دي انا ممكن اغير مكان الحفظ الافتراضي في خاطر واحدة من خلال ملف واختار خيارات ومن خيارات اختار كلمة حفظ ومن حفظه هلاحظ ان هنا بيتحفظ الى الكمبيوتر بشكل افتراضي يعني مش هيحفظ على السحابة وهيحفظ هنا على دوكمنت او المستندات في المسار النهائي انا اقول له لا استعراض غير مكان الحفظ الافتراضي للد زي ما قلته بعد كده المجلد اللي اسمه اكسس اقول له موافق مجرد ما هضغط موافق وهنشك مستند جديد بالشكل ده حاجة اقول له ملف وحفظ باسم فتح على الدي المجلد اكسس بديلا عن دوكمنت او المستندات النهارة الاخيرة ازاي احول ملف وورد الى بي دي اف مستند وورد مستند قابل للتعديل بيفتح بيه تطبيق مايكروسوفت وورد اما لو حولت الملف البي دي اف اصبح الملف نسخة نهائية ما اقدرش اعدله ويتفتح على اي سيستم مش محتاج تطبيق الورد يفتحه لذلك معظم الملفات لما بنئلها عبر الشبكات بحولها البي دي اف اولا علشان اضمن ان التنسيات اللي فيها ما تتغيرش وكذلك تتفتح على اي سيستم مش محتاج لتطبيق الورد بالتقديل عشان احول البي دي اف عندي اكتر من طريقة اسهل طريقة من ملفه وباختار تصدير ومن تصدير بيصدره كملف بي دي اف دي طريقة التانية ان اعمل له عملية حفظ عادية خالص ملفه وحفظه باسم ومن خلال نوع المستند بغير الى بي دي اف كمان من ملفه اختار طباعة ومن طباعة الملفه بغير الطبعة الافتراضية اللي عندي لأي كلمة بي دي اف بيحوله برضو البي دي اف وبيطلب طبعا مكان احفظه فيه واسم اسمي به الملفه وبيتحول بعد كده لبي دي اف وصلنا لنهاية الفيديو طبعا نشرح الفيديو التفصيلي كله موجود على القناة نشترك في القناة ونتابع كل جديد